أعزائي المشاهدين أسعد الله ومساءكم بكل خير عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء أهلا وسهلا بكم استقبل أول أمس حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي المدير العام للبنك الزراعي التجاري وذلك خلال الزيارة قام بها أعضاء من البنك إلى مدينة بول الاطلاع على أنشطة والتفاكر مع المزارعين حول كيفية الحصول على تمويل من البنك لتطوير الإنتاج بالمنطقة هارون أب آدم والمزيد في إطار السعي لخلق شراكة قوية ومتناسقة بين البنك الزراعي التجاري ومؤسسات وتنظيمات تنمية العالم الريفي جاءت زيارة المدير العام للبنك محمود زكريا الطاهر إلى مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة حيث التقى مع حاكم الإقليم آدم فورتي وقد رحب الأخير بزيارة الوفدة مؤكدا بأن مبادرة البنك الزراعي التجاري جاءت في وقت يحتاج فيه المنتجين إلى دعم كبير لمضاعفة الإنتاج وتعهد بأنه سيتكفل كل التسهيلات والإجراءات الإدارية من أجل تحقيق الأهداف المرجوعة كما التقى الوفد مع نائب عمدة بلدية مدينة بول حيث قال المدير العام للبنك أن هذه الزيارة هي سانحة للإطلاع على مبادرات التنمية الريفية ونوه بأن البنك يحتاج إلى قطعة أرض لبناء فرع في المستقبل ومساحات شاسعة للاستثمار في المجال الزراعي أما الخطوة العملية فقد كانت خلال هذا اللقاء الذي جمع المدير العام للبنك الزراعي التجاري محمود زكريا الطاهر مع فني الوكالة الوطنية للتنمية الريفية أندار وقد وصف مسؤول الوكالة بالمنطقة أب بكر محمد كيلة هذه الزيارة بالهدفة ونشد بضرورة نقل الخبرات والتجارب السودانية في مجال الزراع والثروة الحيوانية إلى تشات أما المدير العام للبنك فقد شدد على ضرورة الجدية والمصداقية البنك لا يمتلك سلعة بل يطلب من الزبون العميل الزبون الدار يتعامل مع البنك الدار يتحصل على التمويل ده من حسن نتفك؟ أنا ماشي أنت ماشي تزرع المصر أو تزرع قمح أو تزرع مثلا فول مصري في الموسم الجاي أنا مبدك لأن الحاجات اللي أنت دائرة حاجات تتنظافة وتدفع للعمال وكذا وكذا مبدك له جروش كاش لكن قيمة الجروش اللي أنا أديت هذا تتفق عليه بعدد جوالات بعدد تديني له سلعة التمس الفنيون والمستثمرين بإقليم البحيرة توجها جادا وصادقا من البنك الزراعي التجاري وتعهدوا بالعمل سويا من أجل زيادة حجم الإنتاج ليس للاكتفاء الذاتي كما يسمى بالاقتصاد المعيشي فحسب بل لتصدير المحاصيل إلى خارج البلاد لتدر عائدات مالية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني كما التقى وفد البنك برئيس كانتون بول يوسف بودوبامي وقد أكد هو الآخر التزامه بالعمل مع البنك بهدف تطوير المنطقة وتحسين حياة المنتجين الريفيين بإقليم البحيرة عقد مؤخرا حاكم إقليم كان مع بادي ساير فضل اجتماع مع المسؤولين الإداريين والفعيلين الاقتصاديين وعمدة بلدية ماو وذلك بهدف مناقشة إصلاح الطرق الرئيسية بمدينة ماو لتسجيل الصادرات والواردات بالمنطقة الحسين النور توصيء الطرق والمداخل العامة لمدينة ماو هو محور الاجتماع الذي جمع حاكم إقليم كانم أبادي ساير مع المسؤولين الإداريين والفعيلين الاقتصاديين والشيوق التقليديين بالمنطقة سيم العاملين ببلدية ماو وكذا أعضاء مكتب إدارة استصلاحة الأراضي أبادي ساير قال إن شل الاقتصاد بالإقليم ناتجا الطرق الغير جيدة بالمدينة لذا وجه الحاكم تعليمات صارمة إلى الجهات المعانية بضرورة معالجة هذه المشكلة في عصر أوقت ممكن من ناهيتهم المسؤولين بالبلدية وكذا إدارة استصلاحة الأراضي طمأن الحاكم بأنهم سيقومون بتنفيذ كل التعليمات الموكل إليهم وتعبيد الطرق من عجل تصحيل الاستيراد والتصدير لإنعاش اقتصاد الإقليم ومن المؤكد فإن مثل حزه اللقوعات ستسحم بشكل أو آخر في الرقيب الإقليم ترجمة نانسي قنقر